خلينا نروح ونكمل أخبارنا عن نادي الأهلي طبعا كيفين جونسون ده المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي عمل فقط تصويبات خلال المراني الفريق النهاردة مساء على ملعب ستادي تيتش طبعا جونسون قام كمان بتأسيم اللاعبين لعدة مجموعات للانتظام في فقرة التصويب دي طبعا كلها بتيجي في التحضير لمؤورات طلاق على الجيش وبالتالي يعني كمان دور مهم جدا للمدرب العام جونسون ده يعني راجل شكله وفاهم كويس قوي وعنده علاقة جيدة جدا جدا مع موسيماني النهاردة بيعمل تشكيلة أو بيعمل جزء من التمرين على التصويب على المراني وده جزء مهم جدا جدا يعني وشفناه بمباراة النادي الأهلي بدأ النادي الأهلي عندنا لعيبة بتصوب من برد 18 فكل ده عملية تحضيرية لمباراة طلاق على الجيش أكيد طبعا النهاردة كمان يمكن مروان مروان محسن المهاجم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي كان له مشاركة في التدريبات الجماعية للفريق طبعا التمرينة دي كانت على ملعب التيتش زي ما حضركم عارفين في الجزيرة مروان لسه متعافي من أثار الإجهاد العضلي كان بيشتكي ويمكن هو ده اللي أبعده عن أنه يشارك في التدريبات الجماعية في الأيام اللي فاتت لما حتى كنا منتكلم هنا كان مروان مبتاعت شوية بسبب الإجهاد ده النهاردة فيه بقى فقرات له فقرات المروان الجماعي بالكامل بعد ما عمل برضو برنامج تأهيلي خلال الأيام اللي فاتت ده اللي أهلوا أنه هو يشارك النهاردة برضو يا كابتن هين صح طبعا وكمان مخطط الأحمال احنا برضو لو بنتكلم عن الحالة الفنية لا كمان الحالة البدنية اللي ظهر عليها النادي الأهلي خلال مبارايتين الودات كان على أعلى مستوى من الحالة البدنية النهاردة الفريق الأول فرقتنا برضو بتعمل تدريبات بدنية متنوعة في المقران اللي حصل النهاردة بالليل وحدات تدريبة متنوعة زي ما احنا شايفين كل دي عملية الحفاظ على الحالة البدنية وده مهم جدا إزاي تحافظ على المستوى البدني في خلال الفترة دي علشان إن شاء الله بإذن الله دايما ما بنقول إن الحالة البدنية هي الأرض الصلبة اللي بيبني عليها كمان المدير الفني الحالة الفنية اللعيبة